السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع والنهاردة الحلقة رقم 205 افتتاح الموسم الثمنتاشر على التوالي الحمد لله فضل الله النهاردة الحلقة 205 الحمد لله ده كله بفضل ربنا ودائما بقول عدد ضخم وكبير في 6 شهور عدد حلقات ضخم وكبير في عز أزمة كورونا وشهر رمضان والعيد وإحنا لا بنقفش عدد ضخم من حلقات كبير في عز الناس كلها نايمة وسقع نفسها وإحنا شغالين ومنقول نعم أستطيع نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقات نعم أستطيع أقوال تليها أفعال وده برند وشعار برنامجنا دايما ومنقول دايما نعم أستطيع لا شيء مستحيل إن الله على كل شيء قدير ونعم أستطيع النهاردة حلقة متميزة حلقة إن شاء الله تكون ذا أثر إيجابي دايما بقرر وبقول دايما وبدايت دايما بقول احلم وسدق حلمك احلم وسدق نفسك وقول يا رب يا رب يا رب أكيد هيديك ربنا يا جماعة بيد للعاية ولكل مجتهد نصيب ولكل مجتهد نصيب وما توفيك إلا بالله عليه توكلته وعليه فليتوكل المؤمنون بقول الرسالة صريحة لكل حد بيسمعني يا كل يائس يا كل محبط يا كل مش مئز ما تخافش احلم اشتغل اسعى اجتهد توكل على الله وربنا هيديك هيديك رسالة لكل طموح لكل شخص حالم ما تزهقش ما تيأسي اوعى تخاف اوعى تقول ليه ربنا نسيني لا ولكل أجل انكتهب ولك عند ربنا وقتها هيدهولك هيدولك اصبر واسعى وابتهد وهتحقق زي منا وانت بنحقق بإذن الله لأن التوكل على الله هو أهم شيمة من شيئة المسلمين رسالة الأخيرة اللي بقولها لكل حد احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وقول يا رب يا رب أكيد هيديك طيب أنا هدأ فكراتي النهاردة طبعا مش عايزة أبدأها ابنعي ولكن لازم أبدأها بالنعي ده عايزة أنعي ابن المرج ابن حي المرج سيادة النائب السابق مجدي عشور توفاه الله أمس رجل كان محترم جدا جدا سمعته سبقاه لا خلاف عليه جدا في حي المرج النائب السابق مجدي عشور ربنا يرحمك ويغفرلك صحيحنا مبارح من النوم على الخبر ده المرج مقلوبة وأكتر من 200 بست الناس بتعزيه شخص محبوب بصراح اللي هيفضل لكل واحد هي سيرته العطرة وفقط سيرته العطرة وفقط الرجل ده محترم عاش بضمير عاش بإنسانية عاش بيقر ربنا عاش بخدمة الناس عشان كده الناس كلها حبا جدا 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 البقاء لله والدون لله تعزي أسرة برنامج نعم أستطيع أسرة النائب مجدي عشور النائب السابق عن حي المرج البقاء لله ونعزي أهل المرج جميعا لأنه أحد الرجال العظماء في حي المرج ربنا تغمدك برحمته ويدخلك يا رب فسيح جناته الفقرة الثانية عندي بعنوان حمد الله على السلامة حمد الله على السلامة بقولها للأب الروحي لي للحاج محمد أنور مصلح كان في وعكة صحية بقاله 14 يوم والحمد لله خرج بالسلامة هو في بيته دلوقتي الحمد لله يا رب يا رب يا رب دايما في خير وفي سلامة زفتة كانت خايفة عليك جدا أهل زفتة كان كلهم قلقانين وخايفين عليك وأول مبارح أستيجى صدورهم بخبر رجوعك البيت بالسلامة بصراحة كنا كلنا خايفين وعامين نديا نقول يا رب يا رجعك بالسلامة والحمد لله الحاج محمد بيطمينكوا عليه ودوقتي في بيته في مرحلة النقاها وإن شاء الله يوم اتنين تلاتة ونشوفه في وسطنا وفي وسط شغله وفي مكتبه وفي محله دايما موزع البسمة علينا والتفاؤل والأمل الحاج محمد أنور مصلح ابن زفتة وزعيم عائلة مصلح ورجل الشريف المحترم العفيف ابن الأصول السياسي المخضرم الاجتماعي المخضرم كل شيء الرجل ده فيه على تاجر كويس قوي قوي سياسي محترم قوي شخصية عامة خيرها كويس جدا وأنا بعتبره شخصيا ليا ولكل شباب زفتة أب ومثل وكضوة ومثل أعلى زي من بقول من 40 سنة أو 20 سنة اتمنيت نقعد معاه قعدة أو أتصور معاه أو أتكلم معاه والحظ جابني والقدر جابني وربنا جابني دايما جنبه كتف في كتف واعتبره أبويا وبيعتبرني ابنه شفاك الله وعفاك وبإذن الله دايما في الخير موجود حاج محمد ربنا يديك دايما الخير دايما لأنك بجد راجل صاحب خير الرسالة الثالثة عندنا هي تهنئة ليوسف محمد خبيري يوسف موليد يوسف محمد خبيري يوسف من موليد 26 ستة ألفين وتمانية وده شهر العظماء طبعا شهر ستة ومش جوزائي ولكن هعتبره جوزائي زي إهداء من بابا وماما وجده وتتا وعمه متحت وعمه سامي وإهداء من أخوه حمزة وأخته داليا ولارة وياسمين وابن عمه زياد متحت وابن عمه جاسم سامي وتبارك سامي وعبام اليون سنة وانت طيب يا أمر ونشوفك دايما في أحسن حال وبرضو بعزي معلك فقرة عندي لو تيجي تشرفني تحت أمرك مع الجوكر ومع نعم أستطيع وتاني تلام من عمه تامر عبد المجيد مخرج برنامج نعم أستطيع طيب عايزا الفقرة بقى مهمة جدا 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 النهاردة بتكلم على ميتين وخمسة حلقة من برنامج نعم أستطيع كان نفسي عاملها في الحلقة الميتين ولكن يمكن القدر ما جبناش والنهاردة لحلقة ميتين وخمسة فقلت أفرد لكم إيه قصة نعم أستطيع هحكي لكم الأول سيمفونية بالصور الأول واثناشر أو أربعتاشر موزيع وما دلوقتي وصلنا الحمد لله لرقم ستة واربعين موزيع اتضربوا في برنامج نعم أستطيعوا وخرجوا للنور أصبحوا موزيعين عن حق أكيد فيهم واحد أو اتنين أو ثلاثة لم يوافقوا ولكن نسبة تسعين في المية من العدد ما شاء الله أبدع وفيه منهم اللي عمل برامج ونفصل عننا ومنهم الكامل معنا نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم أستطيع أقوال وأفعاد هنبدأ بقى صورة صورة ونبدأ بصور البرنامج يا جماعة أو أعضاء برنامج نعم أستطيع نرهان عبدالله عشان شديده نرهان عبدالله بنت المنوفية في تاني إعلام بنت قوية يمكن لسه سنة صغيرة ولكن بيزرق كويسة تي منها ان شاء الله جدا دايما الاربع عشر مصد من كل إسبوع بنشوف نرهان عبدالله سورة الثانية أعضاء أنا عم أستطيع مش مجرد ناس عادية معانا ندين ندين من مركز طنطة برضو صرناها صغيرة 18 سنة أو 19 سنة ولكن بنت رائعة متميزة جدا عامت حلقتين لحد النهاردة كويسين قوي الاربع من كل إسبوع عشر صباحا بنشوف ندين بنت مدينة طنطة البعدي إسلام عبدالله إسلام الإناوي إسلام الإناوي هو أحد الشباب المحترمين صحفي محترم جدا سنه وحاجة وتهدين سنة يجمع بين الخبرة والوسامة والطلاقة وحب والرغبة بطراحة أبدأ عمل أربع حلقات على أحسن ما يكون له سطر النان شخصية محترمة جدا جدا بزر صالحة الموزيع محترم عند رسالة وهدف إسلام الإناوي الخميس من كل إسبوع عشر ونصف معانا الجميلة نادا خيال شعلان يمكن فيها عرق شعلاني ولكن يا نادا خيال من حلوان نادا إن شاء الله هتشوفوها أول حلقة بكرة الـ 12 صباحا أول حلقة لها بعد التدريب إن شاء الله بنت موفقة في كلية حقوق بسمناها صغير 19 سنة ولكن بزر قوية متفقلة بشوشة قوية عندها رغبة قوية جدا تكون حاجة إن شاء الله سرعا بعدها معانا الجميلة الدكتورة لمياء البلتاجي لمياء من مدينة الطنطة والطنطوية يغلبوا دايما طنطوية ونفتخر كلنا هي دكتورة جامعة الأزهر بتحدى المجلسيري ودكتوراه شخصية رائعة متمايزة جدا هتكون معانا برضو إن شاء الله يوم الـ 12 ونص صباحا من كل أسبوع وأول حلقة لها إن شاء الله غدا أولى حلقات الدكتورة لمياء البلتاج البعضية إيمان جميلة بقى ديانا ديانا عبد الله أول حلقة لها كتنبرح السبت 19 صباحا ديانا سيدة أعمال شغالها في الفحم ما شاء الله عليها سيدة أعمال المبادر قوي وكمان رغبة جدا تكون مزيعة اتضربت وأول حلقة لها مبارح كانت حلقة يعني إلى حد ما مقبولة لأولى حلقاتها وإن شاء الله ديانا معانا من المتفوقين وبنت مدينة طنط اللي بعدها دي بقى يا جماعة حكاية ورواية قصة جديدة وحكاية بتكرتها لما فكرت إن أنا يعني أقول إيه أخذ بنت صغيرة عندها 11 سنة وخليها مزيعة هو كما صراحة حاجة صعبة جدا وتدريبها صعب جدا الكبير بتضرب معاه في يومين دي خدت مني وقت أطول صغيرة في السن استعبق أكيد قليل ولكن هي بنت الهلوبة شائية جدا جانا علي بنت مدينة طنط بشكر أمها وباباها وجدتها بيجوا معها دايما ويدعموها جانا دي يا جماعة عامت حلقة لوحديها نص ساعة على الهوى مباشر لوحديها عامت شغل حلو قوي ما بيعنوش القبار جانا علي هي بداية نجمة ستطلق في سماء الفن والإذاعة والتلفزيون وهتشوفوها قريب جدا في كل شاشات العرض في السينما والمصرح وإن شاء الله في شاشة صحة وجمال ونعم أستطيع هي بدايتها جانا علي لهلوبة السينما المصرية وفيروز التانية إن شاء الله البعدية بوسي مديح بوسي مديح خريجة أداب إعلام طنطة برضو بقول دايما طنطوية بيغلبوا شخصية جميلة رائعة متمكنة أدواتها كويسة جدا جدا بدعوا بالشفاء لولدتها تعبانة وربنا أيومة في السلام يا رب بولدتها ستة عظيمة بتيجي معها كل حلقة بوسي عملت ثلاث حلقات بنشوفها دايما كل يوم خميس الساعة عشر صباح إيمان سالم إيمان سالم بنت المنوفي بدأنا بقى في المنايفة وربنا يسروا علينا من المنايفة إيمان سالم بنت برضو صغيرة في السنة 18 سنة عندها حلم ورغبت ومزيعة حلمها تلاقي مع البرنامج ودربتها وطلقت أولى حلقاتها وإن شاء الله موافقها يا إيمان الثلاث من كل أسبوع الساعة عشر صباح لبعدها محمد رمضان محمد رمضان ابن محافظة الشرقية شخصية جميلة متميزة جدا جدا محامي هو في الأصل شخص كده يعني خير اجتماعي بشوش نفسه يعمل حاجة كان عندي ناضيط مرة بيتكلم عن قصة كفاحه ونجاحه عجبني جدا ليت عندي رغبة الموزيع دربته وأهلته بيطلع معانا كل يوم سابت الساعة عشر ونص عمل لحد الوقت هات حلقات متميزين أو أربع حلقات متميزين جدا وبارحكت حلقة الرابعة شخصية ممتازة محترم بيشتغل في كل حاجة في الخير وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الوظيفة أتمنى لك الخير ده يا مانيا محمد وكل سنة وانت طي ده بقى نقوف عندي شوية معلش طاه الشيخ طاه إبراهيم ده طاه ده مش أي حد طاه ده يا جماعة يجمع بين كل حاجة طاه ابن محافظة المينيا مركز أبو كرقاس طاه جالي تعلم بيتكلم عن قصة كفاح وعجبني جدا قصة كفاح بيقول أن أنا رجل مؤزم في جامع حافظ القرآن الكريم كمان الرجل ده عنده ملكة جامدة جدا صوته حلوة أو في القرآن عنده محل عطور عنده فرنة ومخبز حلو جالني هنا قصة كفاح وليتوا على الهواء بيقول أنا نفس أكون موزيع طب صراحة من كلامه أثر علي جدا الكلمة يعني حركتني دخلت مداخلة وردت يا طه وعد مني في خلال عشر أيام هتدربك وأهلك ويكون موزيع معنا في برنامج نعم أستطيع والفعل عد عشر أيام بالضبط ونزل طه معي في أول حلقة لي أبهر الجميع بإسلوبه متمكن جدا جدا شخصية إعلامي من الطراز الأول بجد يا جماعة إعلامي من الطراز الأول بساميه خليفة لي خد مني كتير وأضاف على نفسه كتير مجتهد نشيط بجد بيشتغل على نفسه قوي 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 طه إبراهيم من أفضل المزيعين اللي أنا عملت معاهم أنا ضربت لحد النهاردة تسعة وستين مزيع ومزيع أفضلهم على الإطلاق طه إبراهيم ابن محافظة ألمينيا الشخصية الدقوبة المحترم الخلوق المؤدب قوي اللي بيذاكر كويس بيشتغل على نفسه ما التنكش ده إيه حد عمل حلقة واثنين وقال بقيت مزيع لأ بالعكس بيجتهد بينشط بيسعى وشوفك قريب تاني معنا يا طه الشيخ أو بسميش ده من الشيخ الشيخ الإعلامي المؤذن صاحب محل العطور والمخبز طه إبراهيم ربنا رجعك لنا بالسلام ونشوفك دايما في وسطنا في نعم أستطيع البعد نادى باسيوني نادى باسيوني اللي خنقاني ومطلعين نادى باسيوني بنت محافظة المنوفية أنشط البنات اللي شفتون في حياتي شخصية نشيطة جدا 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 بتشتغل عن نفسها قوي قوي لحوحها عشان تبقى حاجة مرتبة نفسها مرتبة حياتها بتسعى بقوة في كلية إعلام وبتشتغل عن نفسها قوي نادى وطلعت ما هي حولي 7 حلقات تعبت كتير كمعدة وكتسوق لبرامج كتير ولكن في برنامج نعم أستطيع تم اكتشافها ووضعها على الشاشة ووضع براند جديد اسمه نادى باسيوني من محافظة المنوفية بالتوفيق نادى اللي بعدين رحاب زدان رحاب زدان هي بنت محافظة برضو الغربية طنطوية دايما كلنا رحاب بنت قوية جدا هي بتمثل برضو رحاب ممثلة ومزيعة متمكنة جدا تملك الأدوات المحترمة عشان تكون مزيعة متقلقة وبصراحة شايفها جاي قوي 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 بتشغل عن نفسها كويس قوي بتكتهد بتسعى بتعمل كل حاجة صح بصراحة شايف لك يا رحاب من أفضل الشخصيات اللي اشتغلت معاها شايفها منصقة جدا في نفسها في لبسها في كلامها في حوارها شخصية بصراحة تستحق كل خير إن شاء الله اللي بعديها آه نقف شوية يا جماعة الإعلامية فاطمة حمات الإعلامية فاطمة حمات تم اكتشافها من حوال شهرين بعد إلحاح مستمر معاها لمدة سنتين شايفها مزيعة ومش راضية يا بنت انت مزيعة مش راضية مفيش حاولت بأن أجيبها بالقوة والعافية حلفت عليها من طلق أيها دمراطي على فكرة الإعلامية فاطمة حمات دمراطي زبتي خنقيتني لحد وطلقت على الشاشة بس بصراحة مبهرة عظيمة شايفها مزيعة قادمة جدا جدا واللي مش عارف أجيبه في نفسي أحطه فيها بصراحة شخصية قيادية متمكنة أدواتها كويسة قوي قوي يمكن هي راحة ناحية دينية أكتر بتكلم عن الصدقة والصبر واليقين والمخرج بيقول لي كانت من أقوى الحلقات اللي عملتها بصراحة كانت حلقة كويسة قوي عن الصدقة وكانت كويسة قوي قوي متمكنة هي ممكن بتقعد كل فترة بتديني حلقة مش كل أسبوع ولكن أدواتها ممتازة مريحة في تدريبها مريحة على الشاشة أنا شافة إعلامية قادمة هي حابة المجال ولكن بترجع الورة شوية مش ميدي له الكمال بتاع الموضوع ولكن لو سابت نفسها الإعلام أعطاك في خلال سنة هتكون براند متميز جدا وبقولك يا فاطمة يا زوجتي الحبيبة وراك وفي ظهرك وإن شاء الله تكوني من أفضل إعلاميات مصر قريبا جدا شابونيك بجد على حلقاتك حلقاتك قليلة ولكن لها معنى ومغزة وفايدة ورسالة ودوم بتقولي كن ذا أثر مع فاطمة زوجتي أنا عملت 200 حلقة موزيع وعملت 200 و 5 حلقة في البرنامج دا و 124 حلقة ضيف كلهم دايما كنتم بإخراجها دايما بنقعد نشيك الحلقة مع بعض رجع مع بعض لها بصمة إيجابية في حياتي الإعلامية والشخصية والزوجية شابونيك يا فن اللي بعدها سمك الفنار سمك الفنار هو يوتيوبر متمكن جدا ولد رائع متمكن بكل المقاييس عملت شغل حلو قوي على صفحته عملت صفحة ممتازة بيتكلم عن كل شيء استضفت حلقة في الجوكر وحلقة في نعم أستطيع أذبك الوجود كويس وعمل معنا حلقتين كموزيع شخصية ممتازة هو جاي إن شاء الله في الطريق هو لسه يمكن المجال الإعلام بيدي عليه هو يوتيوبر قوي ولكن قريبا إسلام معنا تاني إن شاء الله في نعم أستطيع شابونيك يا إسلام دايما إعلاننا دايما عن نعم أستطيع دايما بقول اللي حابب يكون موزيع معنا أو يعمل إعلان أو يعمل أي حاجة معنا أو يتضرب أو عنده مواهبة أو عنده فكرة أو عنده أي حاجة نعم أستطيع ما أبترعى كل المواهب بفتح إيديها لكل حد عايز يقول أي حاجة نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم أستطيع هي أقوال تليها أفعال دي جملتنا والبراند بتاعنا ودايما بقول تفائلوا تفائلوا بالله خيرا تفائلوا بالخير يتجدوا في صورتان يا جماعة ده في صورتين كده لو سمحتوا جبلناها صورتين لو جو صورين كده يا ريت عايز أتكلم عن بنت كده آه صورتين آه الصورتين جوليانا أو جولينا البنت دي هي بنت متميزة اسمها هدير حسين كلمتني مبارح من محافظة لقصر بنت حكاية ورواية قلت لها نفس سنوية يا عمو أيوة يا عمو قلت لي عمو أنا أصلا بسطت الصراح بأحب بيقول لي عمو أيوة حبيبتها نفس سنوي أو ثالث سنو عام بذاكر بكتهد أنا من الأقصر وعيشة في الإمارات مع بابا عملت ليها مصنع اسمه جوليانا أو جولينا مصنع خاص بيها يا عبايات السمرة بقى لها مصنع في الإمارات في الشرق أتخيلوا في الشرق أو في دبي حاجة عظيمة البنت في ثالث سنوي بقت بيزن سومن لوحدها ومنين من الصعيد أحلى ناس في الدنيا هم الصعيدة أحلى ناس وأفضل ناس في الدنيا هم الصعيدة أكرم ناس دايما هم الصعيدة دايما بقول الصغيرة في السن متمكنة جدا جدا عندها هدف وإن شاء الله معنا يوم الخميس القادم ضيفة في برنامج نعم أستطيع وكمان معنا موزيعة في نعم أستطيع هتخلص متحانات السنوية وتكون معنا إن شاء الله في برنامجنا هدين حسين ابنة محافظة الأكسر طيب أنا دلوقتي خلصت الفقرات الأسية عندك اللي هي الأسية بصور وفيديوهات عايز بأخرج برة وديكم شوية نصيح للجوكب نهارده أول نصيحة النهاردة أتكلم عنها فك الحظر الحمد لله بعد ثلاث شهور عجاف خلاص رقاست الوزراء بعد إلحاح غريب صراحة كنت نفسي نكمل نكمل للآخر لأننا ما نضماش يحصل إيه ولكن طبعا الناس محتاجة تأكل وتشرب وتخرج فتحت ضغط شديد رقاست الوزراء سمحت للناس بأننا نتناول بنا ونشتغل ولكن المشكلة كلها في إيه حاجة واحدة بس الناس ممكن تتجاهل بقى أن ما فيش كورونا وخلاص خرجنا والإهاءة والخمسة وعشرين في المية والنسبة والهزار وبدأنا نشتغل بشغل غريب وعجيب جدا 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 أخافي ضيعنا يعني أخافي ضيعنا بصراحة يعني إهمالنا كمصرين دايما بنقول يا عم سيفها على الله آه طبعا سيفها على الله ولكن التوكل على الله مش التوكل على الله أخاف الناس تأخذ وتضيف فيها ونرجع نلبس أكبر مصيبة قدرية الحكومة سابتنا نخرج ولكن بكمامتك وجوانتيك واخد بالك وحاذر جدا قدر استطعتك أقعد على الأهوة بلاش شيشة بلاش تجايد خاف على نفسك لأنه ممكن تلاقي مكان على الأهوة وما تلاقيش مكان على السرير على السرير في مين في المستشفى ممكن تلاقي مكان تاني هو مكان على الأهوة وما تلاقيش سرير في المستشفى حافظ على ده مش عالين نخش بكارثة مصر حافظت على نفسها قدر المستطاع والحكومة رهنت على وعي الشعب والأسف الشديد مجاش مية في المية ولكن الفترة ديها الأصعب اخرج اشتغل هترزق عيالك ولكن خاف على عيالك وخاف على نفسك عشان من تلبس في الحيط الحاجة الأخيرة عايزة أقولها رسالة لكل مدخن المدخن ده جماعة اللي بيشرب سجاير بيشربها من عدة أشياء اللي مخنوق واللي زهقان واللي طهقان صح يا عام محمد صح يا عام تامر صح يا عام ملكي كله بيشرب سجاير وكله عنده حجة لا خلافي عام فلوسك وترقعها صحتك وبهدلها ولكن السجاير شايفها من وجهة نظري هي عناد للرب عناد صريح للرب اه عناد للرب وجهة نظر الشخصية اللي هدف عنها الوقتي ازاي ربنا خلقني صحيح والحمد الله عنده صحة جامدة جدا حلو حلو جدا خلق واحد تاني على كرسي بعجل مش قادر يمشي بقول يا رب يا رب نفسه امشي خطوة يا رب يا رب نفسه بقى بيقولك ايه امرضني يا رب امرضني يا رب نيمني على سير يا رب حطني في مستشفى الصدر يا رب وده اللي هيحصل هيحصل في اخر حياتك هتموت وهتقعد في سرير في مستشفى الصدر عندك سرطان الصدر بسبب السجاير عاند ربك واشرب سجاير وتلاقي نفسك في خلال عشرة عشرين ثلاثين أربعين سنة نايم على سرير بتموت وتقولي يا ريتني عارفين يا جماعة السجاير مكتوب عليها التدخين ضر جدا بالصحة ومعمولة صورة رئة شارسة ومع ذلك المدخن بيدخذ عارفين لو السجاير دي بيتموت بعد ساعة أو نص ساعة محدش هيقرب لها إنما انت بتقول ده بعد عشرين سنة ثلاثين سنة فأكد يكون لها علاج للأسف الشديد دايما بنتغابة ودايما منخيب وفي الآخر بيدفع الثمن احنا أولا وأولادنا ثانيا صحتك ربنا ادهالك اوعى تكفر بيها الكفر مش كفر دين بس الكفر كفر صحة وكفر مال وكفر جمال وكفر نعم حزبوا على أهم نعمة بحياتكم نعمة الصحة وشفناها فترة كورونا نعمة الصحة من أهم نعمة الحقيقة لك يا رب أشكرك يا رب أحمدك يا رب الحمد لله الجكر ما بيدخنش ما بيشربش تجاير ولا شيشة ولا أي حاجة خالص لا بيشرب كاس ولا أي حاجة الجكر في الحتة دي شايف نفسه قوي فيها لأنها فعلا عناد للرب حلقة خلصت المخلي بيقول لي يلا عشان تخلص ولكن فعلا أنها أخلص عايز أقول حاجة مهمة في اختام حياتي أنا عندي خمس جمل بجمعتهم من ربنا ومن رسوله ومن حياة خمس جمل حاطتهم نفسي من عشر سنين لما كنت شخص عادي صفر على الشمال وأصبحت إذا أثر إيجابي خمس جمل المال دولة بختم بيهم مئتين حلقة ليه عملتهم في التلفزيون هدوكوا نبزة عني سريعا شاب طموح جدا كان نفسي بحاجة في البلد دي بدأ يقول أنا إنسان إذا أنا إيجابي وقال أنا هكون شيء ما حصلتش وإن شاء الله في خلال عشر أو عشرين جايين هكون على رأس البلد دي ده حلم يحصل ما يحصلش دايما بقول وما توفيقه إلا بالله عليه توكلت ولكل مجتهد النصيب جمل الخمسة وفقرات الخمسة اللي بني بهم برامجي دايما بقول واحد تفائلوا بالله خيرا تفائلوا بالخير تجدوه اتنين لا شيء مستحيل إن الله على كل شيء قدير ما بين الكافي والنون يوجد رب يقول للشيء كن فيكون سيدنا علي بيقول كل متوقع آت كل متوقع آت فتوقع ما تتمنى شرط الصبر والسعي والابتهاد شرط الصبر والسعي والابتهاد ربنا بيقول أنا إن ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله الخير وإن ظن شرا فله الشر ربنا بيقول إن لله عبادا إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم الكيامة وأخيرا وليس آخرا أختم وأقول جمرة الشهيرة اللي قلته في متين حلع على التوالي احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وقول يا رب يا رب يا رب أكيد هيديك خطوة في حلم 2020 خطوة في حلم 2030 أشوفكم دايما على خير الجوكر دايما بيحييكم ومستنيكم يتكلم عنكم وعن قصص كفاحكم ونجاحكم ويديكم دوما أثر إيجابي إيجابي